محاولة جديدة من محاولات ركوب موجة التظاهرات وحرف مسار ثورة تشرين قم بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تمثلت بدعوة أنصاره إلى العودة لساحات التظاهر بعد أيام من سحبهم منها قرار سحب أنصاره الذي خلف انشقاقات واضحة بين أتباعه بسبب مواقفه المتخبطة بالتظاهر تارة مع الميليشيات التي كان ينتقدها في السابق وبالدعوة إلى التظاهر ضد الحكومة تارة أخرى الأمر الذي دفع به إلى إصدار قرارات بتنحية العديد من القيادات في التيار بحجة عدم الولاء له خطوة الصدر الجدلية الجديدة قال عنها المتابعون والناشطون إنها تأتي في إطار مساعيه الرامية للملمة ما خسره من جمهور في الشارع العراقي بعد أن أحس بخيبة الأمل في تحقيق الأجندة الإيرانية التي انكشفت تباعيته لها مقتدى الصدر وبعد أن فشل في حشد أنصاره إلى تظاهرات أرادها مليونية لم يشارك بها إلا المئات الذين انفضوا خلال ساعات قليلة لم يتمكن أيضا من تخفيف زخم انتفاضة ثوار تشرين بقرار سحب أتباعه فعاد إلى ركوب موجة التظاهرات خوفا على مصالحه الشخصية وإرضاءا لطهران أما المتظاهرون فقد أكدوا أن قرار الصدر بسحب أنصاره جاء بالتنسيق مع الحكومة إذ نفذت القوات الحكومية والميليشيات حملة قمع كبيرة ضد المتظاهرين بمجرد انسحاب أنصاره استهدفت خيام المتظاهرين التي أحرقت وقتل فيها ما لا يقل عن أربعة متظاهرين في بغداد والناصرية ما دفع اللجنة المنظمة للتظاهرات إلى إصدار بيان اتهمت فيه الصدر بخيانة الثوار مواقف متباينة بات من غير المستغرب صدورها من الصدر الذي تميز خلال مسيراته السياسية بالتقلب الشديد الذي لم يمنعه من إعلان دعمه للحكومات المتعاقبة بل ومشاركة وزرائه فيها ثم سحب دعمه لها والتهديد باللجوء إلى الشارع من أجل إقالتها بعد تعارض مصالحه معاها ترجمة نانسي قنقر